أهلا بكم جماعة معنا في المحاضرة الثانية من كرس إدارة الجودة في المنظمات الصحية وعنوان المحاضرة quality and strategy وفي المحاضرة ان شاء الله نتعرف مع بعض على strategy to obtain quality and its cost total quality management 7 concepts service quality inspection and recovery خلونا جماعة نتعرف في البداية على organization objective من total quality management دايما اهداف المنظمة من total quality management زي ما هنشوف بعد كده ان هي هتتكلف كتير و هتاخد وقت وصمشن لعاجات كتيرة جدا هدفها الاساسي ازاي نعمل للكاسمار بتاعنا satisfaction لما نقول يا جماعة كلمة quality ما المقصود بكلمة quality في dimensions معينة key dimension لما نقصد كلمة quality فلازم تكون هذه المقصودة موجودة في الكلمة موجودة في ال procedures موجودة في ال function عشان اقول ده quality assure اول حاجة performance يعني مستوى معين من الاداء بالمستوى ده نقدر نقول ده quality procedure كمان في features صفات reliability ان ال procedure بتاع ده reliable conformance متوافق مع ال systems التانية لان اي subsystem في ال organization وبالذات ال healthcare organization لازم يكون كل procedure conformance مع اللي قبل ومع اللي بعده reliability امكانية استخدام ال procedure ده في اكثر من مكان مايبقاش dedicated لحاجة واحدة او اسمها reusability عندي كمان حاجة اسمها serviceability ان ال procedure بتاعنا في ال healthcare organization reusable في اي procedures يعني نفس ال procedure ده may be used بمعنى اوضح نقدر نقول مثلا ال laboratory بتاعتنا هي قبل للاستخدام لل inpatient or outpatient اثنتكس معناها الرضاء ان ال process بتاعنا accepted من ال procedures التانية perceived quality معناها ان ال quality اللي وصلنا لها وننفذ ال procedure ده في ال level O لما ننفذ نفس ال procedure في ال level 1 هنحتفظ بنفس ال quality level final value معناها القيمة added value ممكن نكون حطينا procedure قوية جدا 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 جوه ال health organization system انها في الحقيق مالهاش added value مالهاش قيمة هي قوية وقالت اشورد انما ممكن نشيلها مالهاش value مالهاش added value في السيكل الخاصة بال operation اللي احنا بنتعامل معها اتكلمنا جماعة عن quality واتكلمنا عن benefits بالقواليتي مالهاش cost الحقيقة لها cost وقواليتي متقسمة لبعض سبتايتلز دعونا نتكلم عن اول cost من cost quality اسمها prevention cost نقصد بها reducing the potential for defects لما يأتي يا جماعة في quality ونسلم product مثلا لكاستمر اكيد فيه defect parts مش هنسلمها فده نسميها cost of quality تكلفة ان احنا نفذنا quality عندنا ان في بعض البارس appraisal cost نقصد بها التكلفة اللي هتدفعها ال organization مقابل عملية فحص products evaluating products parts and services في المنظمات الصحية احنا اغلب اللي بيقدم من عندنا service للكاستمر فنقيم service ازاي هنقيم service يعني مثلا عملنا تحليل لمريض evaluation بتاع المريض ممكن التعادل مرة اثنين وثلاثة it's a quality cost final internal failure procedure defects parts of service before delivery تكلفة فحص products قبل تسلمها اخر اخر حاجة external cost وده اكتر تكلفة وده خطأ بيبقى خطأ organization وبالذات organization الصحية the fixed discovered after delivery يعني عملنا service customer لمريض ولكن اكتشفنا ان service تقدمت بشكل خاطئ روجيتك كتبت بشكل السليم تحليل المريض السلم وده اخطر انواع external cost of the quality quality دعونا انتقل للمستلح اخر مهم جدا جدا في عالم ادارة واجودة المنظمات الصحية اسمه TQM Total Quality Management عندما نقول quality نحن نعني بها فحص product قبل تسليمه للمريض بمعنى مثلا هنلحص التحليل قبل ان نسلمه للpatient هنبص على الالوجيتة الدكتور يكون حد يرجع عليها قبل ان تسلم للمريض بمعنى Total Quality Management TQM نعني بها فحص جميع الاجراءات في الربوراتوري في الراديولوجي قبل ما يطلع الريزولت للمريض ف Total Quality Management تعني البساطة اجراء تحليلات او اجراء فحوصات كاملة على كل step عشان نضمن ان السيرفس اللي انا مقدمينها للمريض سلمت بشكل سليم Total Quality Management عشان نقدر نقول ان المنظمة الصحية بتطبق Total Quality Management لازم يكون كونسبت معروفة جوه 7 Concepts Total Quality Management اول كونسبت واهم كونسبت Continuous Improvement يعني التطور الدائم والمستمر عملنا بروسيدجر نجح جدا لما ننفذ نفس البروسيدجر مع نفس البروسيدجر في ال Six Sigma Concept نحن نقص مستوى ال Quality يعطيناها بأداء 70% 80% 90% هل نحن احرار في اختيار ال Six Sigma Level؟ لا نحن احرار كل دومين ل Level معينه Acceptance في ال Six Sigma ثلاثة Employees Empowerment معناها ان الموظفين الذين لدينا مؤمنين في قضية Total Quality Management انه هي منهج ادارة وليس قيود عليهم وينفذوا الطاقة اربعة Pinchmarking في كل دومين يوجد معايير متعرف عليها International Standards يعني مثلا في الدومين الطبيب يوجد معايير لأداء الخدمات نقصد معايير أداء الخدمات مثلا ال Patient عندنا عندما يأتي فيه وقت معين ما بين انه جايب عربية الإسعاف وبين ان العملات تفتح فيه Time يسمى Time to Surgery هذا الوقت ليه Pinchmark معين ليس اي وقت مسموح به Just in Time معناها ان ادى الخدمة لل Patient في الوقت المناسب يعني مثلا In Patient غير Out Patient تماما Just in Time Out Patient يمكن يأخذ وقت معين يوم اثنين ثلاثة حسب Timing أو Service Catalog التي نضعها لأداء الخدمات Technical Concept نقضي لذلك بمعايير فنية معينة ونقوم بها من ال Domain Expert اخر شيء Knowledge of Total Quality Management Tools مجموعة من ال Templates لذلك لأنا منافس بإنشار أن تتماما تم ملقها سواء كان كتنة أو هاردوير القواليتي يا جماعة لها كورست كبير جدا يعني مع كل إرسبيكشن في أدت كورست ستتدفع وهتتحمل في الآخر على الفطورة بتاعة البيتشن عشان كده منقول الدومين إكسبرس قالوا إحنا عندنا كوينس إرسبيكشن فيها هنحلل وهنشك على القواليتي أول نقطة أدت سفلاير بلانت يعني ونجيب البرودكت من السفلاير بتاعنا في هذه النقطة نحن نتشك على القواليتي بتاعة البرودكت بمعنى أن نجيب مثلا المتيرة الخاصة بالتحاليل ونجيبها مثلا من السفلاير اكس يجب أن نتشك من السفلاير اكس وننفذ قواليتي معينة لكي نتأكد أن مادة التحاليل اللي أنا جبتها مادة سليمة نمر اثنين ونستلم البرودكت من السفلاير بتاعنا كان ميديسن كان أدوات تحاليل كان أدوات سيرجري أي شيء نستلمها للمنظمة الطبية بتاعتنا في مرحلة الاستلام تأكد تماما أنها كواليتي ميجورد نمر ثلاثة Before Costly Procedures العمليات الكبيرة يا جماع أو الـ Points الكبيرة اللي هندفع فيها كابتال كثير حتى لو هي مش في البروشيدر بتاعتنا التشكينج طالما في بودجت معينة نحن عدناها لازم في النقطة تشك على الكواليتي During the step-by-step production or service procedures مع انتقال البرودكت من step-by-step نتشك على كواليتي ميجور معينة عندنا في المستشفيات مع انتقال الـ Patient من step-by-step لازم نتشك انه انتقل بشكل آمن يعني خروجه من الرعاية للأوضة العادية انتقاله من المعمل لرجوع الأوتو تاني هذا البروشيدر سنتشك مع كل واحدة فيهم انها quality measured assured When procedures or service is completed مع نهاية البروشيدر سنتشك على البروشيدر Before delivery to your customers قبل ان نسلم الخدمة final للبشيئت سواء inpatient أو outpatient قبل ان نسلمه service سنتشك انها quality assured final at the point of customers contact وفيها نتشك ان قدمت الـ customer بشكل جيد سنراجع الـ customer في مكانه service after sale أو يسموها CRM Customer Relationship Management اللي هي متابعة المريض حتى بعد خروجه من المستشفى سنأخذ point of inspection في المستشفى عند الـ billing pharmacy laboratory nurse's admission في الـ standard الخاصة بالـ billing يجب أن نتأكد انها accurate timely وفي الوقت المناسب correct format الجزء الخاص بالـ pharmacy يجب أن نتأكد انه مصرفوا بشكل صحيح يجب أن نتأكد انه عمل inventory accurate يعني عمل checking على المخزون بشكل سريم يعني ما وصلناش لنقطة الدواء مش موجود pharmacy عملت checking بشكل جيد في اللاب يجب أن نتشك انه فيه auditing حصل قبل ما بسلم patient التحليل nursing انه لدي تعديل دائما لـ diagnosis patient في الـ adaptation نتشك ان الـ basic data patient بشكل سليم والdiagnosis الخاصة به بشكل سليم انتقل يا جماعة الى حاجة مهمة جدا اللي يجب اني قدر اقول ان الـ الـ quality measured في بعض المعايير characteristics او من خلالها نقول ان it's a procedure quality assured اول حاجة reliability معناها الموثوقية ان انا اقدر اقول ان الـ references الذي اعتمدت عليه عشان نعمل quality measure للـ الـ Responsiveness معناها ارادة stackholders في المنظمة سواء كانوا عاملين او مالكين انهما يطبقوا معايير quality management competences انه skills معينة مطلوب تواجدها اكسس سهولة وصولنا الـ ethics ادبيات project او ادبيات تطبيق quality measure communication انه communication بين الـ hospital ما بين patient ما بين الـ communication معناها امكانية الثقة في المعايير التي تطبيقها security معناها الامان وزي ما قلنا security leads to privacy ان احنا وانحنا بنطبق quality measures ضمنين تماما ان الـ privacy الخاصة بالـ patients ومعلوماتهم secure understanding معناها knowing the customer الموضوع نحن knowing the patient فهم ما هي technical issues الخاصة final tangibles شيء ملموس الـ quality ليس intangible الـ quality واضح لها ROI return on investment واضح لانها investment واضح مع تطبيقنا لكل معايير الـ quality وارد جدا ان يحصل failure بيقول ماذا نحن ممكن عندما يحصل failure اول حاجة listen اعرف الرئيس ركز على مكان الرئيس اعرف هل هو في الـ input الـ process او الـ output هل هو في الـ template مقصة معلومة معينة apologize للناس الذين كان الـ quality عمل معهم side effect react تعامل بسرعة مع الحدث notify اعمل الـ knowledge حصل error بالشكل لكي كل الاستاكهولدر الذين يتعاملون عن هذا الـ procedure يجب أن يكون notified with the error and the recovery لو حبينا اللقص الذي اخذناه في هذا الدكتور اتعلمنا عن Total Quality Management اتكلمنا مع بعضنا عن ان الـ Total Quality Management هي تكلفة معينة قلنا بعد قليلا طالما هي مكلفة نعمل inspection في كل المراحل اتكلمنا في نقطة معينة في الـ inspection بعد قليلا اخذنا كاركتوريش في حالة وإعلاقتها بالـ strategy في حالة موسيقى موسيقى موسيقى